وعليكم تلاميذ الصفة الثالث الابتدائي مدرسة الأماني الأهلية معكم معلمة الرياضيات أستسوها إن شاء الله اليوم راح نبدي نشرح موضوع مقارنة الكسور نحنا بالدرس السابق شرحنا موضوع الكسور المتكافئة وتعرفنا عليها ومعنى الكسور المتكافئة والمقصد منها واليوم إن شاء الله راح نبدي ناخل موضوع جديد وهو مقارنة الكسور مقارنة الكسور يعني مثل الأكبر والأصغر مثل ما أقضنا الموضوع الأكبر والأصغر قبل نصف السنة العدد الأكبر والعدد الأصغر مقارنة كذلك الكسور بها كسور كبيرة وكسور صغيرة أي مقارنة أكبر وأصغر أيضا نفسنا نستعمل علامة الأكبر والأصغر واليساوي عند مقارنة الكسور والآن جيبوا كتاب الرياضيات تتابعوا معايا الشرح صفحة 120 عدنا فقرة أتعلم صفحة 120 السؤال يقول أكلت ندا 2 من 5 2 على 5 من الفطيرة وأكلت مها 3 على 5 من فطيرة أخرى مشابهة أيهما أكلت كمية أكبر عدنا ندا وعدنا مها ندا أكلت 2 على 5 من الفطيرة ومها أيضا عدها نفس فطيرة مثل ما عدها ندا لكن مها أكلت أكلت 3 على 5 أيهما أكلت كمية أكبر ريد نعرف هالندى أكلت أكثر أمها هسا هنا عدنا مثل السؤال هنا أيضا صفحة 120 أيضا بالمثال مثل السؤال بشكلين شكل الأول لاحظوا معايا مقسم إلى كم جزء 1 2 3 4 5 وكل جزء هو 1 من 5 أجزاء والشكل الثاني هذا 2 على 5 مها و2 على 5 ندا و3 على 5 مها 1 2 3 4 5 5 أجزاء و3 أجزاء ملونة لأكلتهم مها وأيضا هنا عندي جزئين ملونة لأكلتهم ندا أريد نعرف أيهما أكبر هسا هنا عندي أنا الورقة عندي الرقم 2 على 5 وعندي أيضا ثلاثة على 5 تبهوا معايا لاحظوا الشرح هسا عدنا بسط ومقام الكسر يتكوى من بسط ومقام المقامات متساوية هنا المقام خمسة مثل ما عدت لاحظون هنا المقام خمسة لما تتساوى المقامات نجي نشوف البسط البسط الكبير هو الكسر الكبير هسا المقامات متساوية راح نلاحظ البسط كأنما هسا ما عدنا الرقم خمسة لأن المقامات متساوية راح أجي أشوف هل الثلاثة أكبر أم لإثنان الثلاثة أكبر إذا راح أضع علامة أكبر هنا الكسر ثلاثة على خمسة أكبر من الكسر إثنان على خمسة أيضا هنا بالكتاب أيضا هنا بالكتاب ثلاثة على خمسة وضع علامة الأكبر على ثلاثة على خمسة أكبر من اثنان على خمسة إذن ثلاثة على خمسة يمثل كسر منه كسر مهى إذن مهى أكلت كمية أكبر من الفطيرة